في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية تصدير عناصر قاعدة البيانات إلى قاعدة بيانات أخرى أو تصدير هذه العناصر بتنسيق آخر مثل تصدير سجلات جداول قاعدة البيانات كصفحة عمل سبريتشيت داخل برنامج Excel ولتصدير البيانات إلى برنامج Excel نختار الجدول الذي نريد تصدير بياناته ونفتحه قائمة File ونختار Export ومن هذا المربع الحواري نحدد التنسيق الذي نريد تصدير البيانات به من القائمة Save as Type وندخل اسم الملف الجديد في الخانة File Name وبتشغيل الاختيار Save Formatted سيتم تصدير البيانات مع الحفاظ على تنسيق هذه البيانات مثل نوع الخط Font المستخدم وعرض العامدة وباقي التنسيقات الأخرى وبتشغيل الاختيار Auto Start سوف يتم فتح الملف الذي نقوم بتصديره تلقائيا بعد انتهاء عملية تصدير البيانات والآن نضغط على المفتاح Export فيتم تحويل بيانات الجدول إلى التنسيق الخاص ببرنامج Excel ويتم فتح الملف داخل برنامج Excel كما نرى ولتصدير جزء محدد فقط من البيانات إلى برنامج Excel نفتح الجدول الذي نريد تصدير جزء من بياناته داخل طريقة العرض Data Sheet View ثم نختار نطاق البيانات الذي نريده ونفتح القائمة File ونختار Export ومن القائمة Save as Type نحدد تنسيق البيانات الذي نريده وندخل اسم الملف الذي سيتم تصديره في الخانة File Name ويجب مراعاة عدم إدخال اسم لملف موجود بالفعل لكي لا يتم استبدال البيانات الموجودة به بالبيانات التي نقوم بتصديرها وذلك في حالة استخدام إصدار أقل من Excel 5 أما إذا كان الإصدار المستخدم أعلى من Excel 5 سوف يتم تصدير البيانات إلى أول صفحة عمل خالية داخل ملف العمل الذي حددنا والآن نختار Save Formatted و Auto Start من هذا الجزء ونضغط على السهم الموجود على يمين المفتاح Export All ونختار Save Selection من هذه القائمة فيتم تصدير البيانات وعرضها داخل برنامج Excel كما نرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر